طبعاً مبارح، دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة السنوية العامة النهاردة النتيجة هتكون موجودة في كل المدارس وإن شاء الله الكل يكون سعيد والكل يكون مبسوط بالنجاح وبالمجموعة اللي جابه وآياً كان المجموعة إيه لكن الكل لازم يفرح بأنه أنهى مرحلة تعليمية انتهى من مرحلة في حياته وداخل بقى خلاص على مرحلة جديدة النجاح فيها مش مرتبط نهائياً بالمجموعة مرتبط بك أنت بهدفك في الحياة، بتطويرك لنفسك، باختيارك كمان للمجال اللي أنت بتحبه وميال ليه ونفسك تكون موجود فيه في المستقبل صحيح يا شازي، يمكن أكم من رئيس دخلوا كليات القمة اللي بيطلق عليها كليات القمة بالمناسبة بعد ما بيدخلوا بيحسوا أنه مش دال مكان اللي حاستين أن هما ينتموا لي أو مش دال مجال اللي هما حاستين أن هما المفروض يكملوا فيه ويشتغلوا فيه عشان كده يمكن حتى وبصينا لكلمة وزير التعليم أمس ألف رسالة في منطقة الأهمية للطلاب وكمان طبعا لأولياء الأمور لأن هما اللي بيصعبوا الأمور أكتر على الأولاد قال للطلاب أن النجاح في الحياة العملية ملوش أي علاقة بمجموع الثانوية العامة لكنه ليه علاقة بالاجتهاد واجتساب المهارات والمعرفة وقال لأولياء الأمور سيبوا أولادكم يختاروا المجال اللي بيحبوه ودعموا اختياراتهم أيا كانت كمان نصاحهم من هما يساهموا فيه تطوير قدرتهم عشان يقدروا ينجحوا في حياتهم العملية بعد كده يا شازل هو الفكرة في أن أولياء الأمور المطلوب منهم دلوقتي أن هما ينوروا لهم بس على الحاجات اللي سوق العمل محتاجة أعتقد أنه كمان الطلبة دلوقتي يبقوا فاهمين حاجة دي كويس لكن دورك كوالية أمر أنك تنور له على نمازج معينة خلال كام سنة اللي فاته خد مجال من المجالات الجديدة دخل كلية من الكليات الجديدة ودلوقتي شوف مستقبله بقى عمل إزاي دلوقتي تخرج اشتغل على طول طبعا بمناسبة اكتساب المهارات الجديدة بأعتقد أنه بالتأكيد طلاب السنوية العامة بقى عندهم هما كمان وعي كبير جدا عشان يعرفوا المستقبل رايح فيه يركزوا كمان على البرامج التعليمية الجديدة والتخصصات بقى والكليات اللي تم افتتاحها مؤخرا واللي معظمها بيعتمد على التخصصات اللي بالفعل سوق العمل محتاجها النهاردة وبكرة كمان ومش بس في مصر لا ده في الخارج كمان يا جمال نصب الشرس لو سوق العمل على فكرة اختلف في العالم كله بقى له فترة يمكن احنا أدركنا ده بقوة وقت كورونا وقتا ما كل حاجة باقت عن طريق الانترنت وقتا ما كل حاجة تحولت للرقمنة والحوكمة وما إلى ذلك اكتشفنا أن كل حاجة الوقت بتحصل عن بعد ما بقاش فيه التفاعل المباشر في كل المجالات اللي احنا كنا متعاودين عليه ما بقاش موجود حتى لو هنتكلم في كلية القمة بالنسبة للدكتور وبالنسبة للمهندس لازم كمان يكون عنده خلفية تكنولوجية عالية عشان يقدر حتى يواكب التغيير اللي حصل حتى هذه المجالات بالمناسبة بقى فيها التكنولوجيا دخلة فيها بجانب كبير جدا فلازم هذا الشخص يكون عنده جانب كبير جدا من المعرفة بهذا المجال تحديد بنسمع كل يوم أن فيه حتى عمليات ابتدى الروبوت هو اللي يقوم بيها ابتديني نسمع أنه بناء مجسم معين أو بناء شيء معين أي أن كان هو إيه بتعمل عن طريق برضو الذكاء الاستراعي أو عن طريق التكنولوجيا فعشان كده لازم أي أن كان المجال ممكن فيه حتة اختلفة ما بقاش بس مجرد أن احنا بنذاكر وبنحفظ وبنكتب وندخل العمل إلى الموضوع بقى أبعد من كده يا شازكي وده اللي هم نتكلم فيه فكرة تطوير التعليم اللي بيقوم على حاجتين مهمتين جدا الأولى هو أنه يكون عندنا خريج عنده مهارة تناسب سوق العمل سواء في مصر أو برا مصر والشيء الثاني هو أنه لازم كمجتمع وكرأي عام وخاصة الطلاب وأخصت كمان بالذكر أولياء الأمور أنه نغير ثقافتنا المرتبطة بالمجموع وتحصيل الدرجات وأنه يكون الهدف دلوقتي هو أنه الطالب يختار التخصص أو المجال اللي يناسبه يشتغل على نفسه في التدريب والتأهيل والدورات العملية طول فترة الكلية عشان يكون جاهز لسوق العمل يبتدي ينزل يا شازلي يجرب في حاجات كتير على فاكرة لازم كمان يكتسب مهارات التواصل والتعامل مع الناس يعني الموضوع بقى مختلف مش زي زماني صحيح والموضوع كمان مش مقتصر على الكلية فقط اللي هيتقولها ممكن يتعلم أونلاين يعني فيه كورسات كتيرة جدا أونلاين وهو قاعد في البيت ممكن ياخد الكورسات دي وممكن يشتغل وهو قاعد في البيت ويبقى عنده دخل كمان من هو في السنة ويتخالي بقى كمان لو دراسته مع دراسته في الكلية مع اللي بيتعلمه كمان أونلاين وبينمي مهاراته أونلاين كمان من خلال الكورسات الموجودة أعتقد أنه هو ممكن يكون بالفعل إنسان نافع لنفسه في المستقبل وبمجرد ما هيتخرج أهم حاجة أنه نحن نلاقي شغل يعني إحنا بنتعلم وبنكبر عشان نلاقي شغله ونفتح بيوت ونستقره ونبقى فعالين في المجتمع مش ده الهدف؟ صحيح أعتقد أنه هو أنت بدخولك هذه المجالات الجديدة أنت بتتخرج بتلاقي الفرصة بتاعتك موجودة وأعتقد أن النمازج كتيرة جدا روح وشوفوا الكليات اللي الناس تخرجت منها خلال الفترة اللي فاتت هم فين دلوقتي؟ صحيح أو لقدر الله غير مرضية بالنسبة لكم في حالة أن النتيجة مرضية بالنسبة لكم هتخش الكلية اللي أنت عايز تدخلها إن شاء الله على خير برد طبعا كل التوفيق بس لازم خلال وقت الدراسة لازم تبتدي تنزل تدور على تدريب حتى لو ما غير فلوس بالمناسبة لأنه مش كل الإنترنتشابس أو مش كل تدريبات في الشغل بتبقى فيها فلوس فيه أماكن بتبقى فيها فلوس بيبقى حتى لو مرتب بسيط جدا لحتى لو ما فيش لازم أنت بتكسب طبعا بالضبط طبعا دي خبرة بكل تأكيد لازم تبتدي تشتغل من وينت في الجامعة لازم تبتدي تركز على الجانب الغير متعلق بفكرة الورقة والقلم وما أنا منصحكم عن تجربة يمكن أنا ما دخلت جامعة أنا بالنسبة لي شازلي كنت حافظة النظام القديم أعرف أنت ذاك تنجح يعني هتدخل تكتب في الورقة هتنجح لا بيبقى فيه بروجيكتس أو بيبقى فيه أساعي من تحيات خبرة كمان تركز عليها هي كمان لازم طول الوقت تبقى بتدور في أبعاد الحاجة اللي أنت دخلتها مش بس أنا عايزة أخش الطب فدخلت طب فخلاص لازم تدور في أبعاد الشيء اللي أنت بتحبه وتبقى عارف أنت ميال لأي تخصص تتوسع أكتر كمان ميال لأي تخصص وحابب تعمل إيه وتبصه قدام وهكذا ده بالنسبة للشخص اللي مجموعه جيب الزبط زي ما هو عايز وهيقدر يخش الحاجة اللي هو عايزها أما بالنسبة للأشخاص اللي محلفهمش الحص أولا أرجو من أولياء الأمور بعد إذن حضرتكم أولا اللي حصل حصل والخيرة فيما اختاره الله ربنا أكيد عنده خطة أحسن بكتير من اللي احنا متخيلينها ادعموا ولدكو بلاش تضغطوا عليهم طول الوقت وشفت من خلتك عمل إيه شفت شفت نعمتك عفاف عمل إيه هي بوضع ده فيك عمل بشاكل كبير جدا هو أحسن منك في إيه ومتوفر له إيه غير اللي عندك في النهاية قدرات يا جماعة واللي حصل حصل وانتو كده بتشييلوا الولاد من بعض عالفاضي ودائما حطينهم تحت ضغط أن أنت دائما قاعد بتقرنوا باللي حواليه فهو بقى طول حياته قاعد مستنيك تقرنوا باللي حواليه صحيح فمش هيتقدم خطوة النقطة أرجوكو دي بعيدوا عنها تماما خلاص اللي حصل حصل دعموا معرفة فاكر كان فيه فيلم يا شازلي لا تطفئ الشمس تقريبا كان فيه حتة كده كان أب يعني بيقول لابنه ليك علي لو بعد الشر ما جبتش الدرجات اللي إحنا عايزينها هيجيب لك هداية بس لو نجحت ما لكش عندي حاجة قال له طب ليه كده قال له عشان لو نجحت خلاص انت هديتك انت نجحت اببسط بس لو ما جبتش الدرجات اللي انت عايزها آه بيعوضك بيفرحك وعلى فكرة الجملة دي فلت والله فينبغي يعني من زمان جدا الفيلم طبعا قديم جدا كان بتورت لأي درجات عشان تفرحي بالهداية بالزبط لا لا مش قصدي كده لا ايه ده ايه ده ايه ده في متاس زي كده قصد انه الاب يدعم ابنه عشان زاعل يعني ده المقصود فلا بجد حاولوا تدعموا دايما لولادكم ما تحسسهمش ان خلاص دي اخر الدنيا وانه هو فشل وتنكدوا عليهم في الصيف وتعقبوهم وحتى لو طبطبتوا عليهم منتوز علانين لا خلاص اللي حصل حصل ادعموهم بتدور بقى مع بعض نشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله ايه اللي احنا ممكن ايه البديل اللي عندنا اللي نقدر ان احنا نشتغل عليه نشوف ولادنا بيحبوا ايه طب احنا مخدناش بالنا او مش مركزين قوي طب نعقد مع بعض نشوف ايه المجالات الجديدة اللي بقت موجودة وسهل جدا بقى هو نصيحة مني لو شاز لي مجالات التكنولوجي بشكل عام صح ادخله بصوا فيها وبصوا عليها اللي بقى التخصصات وافرع كتير جدا بالنسبة للطالب اعرف انه نصيبك هيصيبك مستقبلك مكتوب لازم بس يكون عندك قوة وإيمان وتكتهد وتشتغل على نفسك وما تزعلش خلاص اللي حصل حصل اشتغل على نفسك تعرف انت تتكلمي عن موضوع التخصصات الجديدة والتكنولوجية لما كنت بصور في المعهد القوم اللي اتصالات وشفت الشباب الموجودين فيه شباب صغير لسه بيبتدي حياته لكنه بقى درس بقى برمجة ودرس حاجات كتيرة جدا في المعهد لانه فيه هناك منح كتيرة جدا للدراسة وتسهيلات في الدراسة كمان والمنح مجانية وفيه مواصلات وفيه حاجات كتيرة جدا بتقدم للطالب كدعم خلال فترة دراسته مش بس كده بيبقى فيه تدريب عملي كمان فيه شركة من الشركات اللي بتتعاقد مع المعهد عشان يورد لها موظفين بهذا الشكل بيخلص الدراسة بتاعته وبيخلص تدريب بتاعه بيطلع يشتغل على طول في هذه الأماكن على فكرة الفقرات دي موجودة عندنا على صفحة البرنامج ممكن تتابعوها يعني تشوفوا الحاجات دي على السوشيال ميديا وتوروها لولادكو كمان يعني جاهز برضو يكون هي المحرك والمحافز للأولاد عشان يبتدوا يختاروا مجال جديد غير المجالات اللي هي التقليدية والمعروف بصوا على فكرة ممكن تبتدوا في حاجة ما تعجبكوش تحسوا لا مش ميرين ليها أو يتجربوا حاجة تانية أو حاجة تالتة أو حاجة رابعة وإما أن الكشاف اللي تتكلم على هذه التجربة كمان بوابة مصر الرقمية ادخلوا عليها بصوا فيها بقى يعني كورسز ويمكن برامج عمل كتير جدا 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 في تخصصات كتير جدا معظمها بالمجان وتدريب عملي يعني فعلا بحر كبير جدا بجد محتاجوا مستني المصريين اللي يقدروا أن هم يستخدموا مختلف الأعمار من أول سن صغير جدا وحتى وأطفال في المدرسة لغاية سن بقى كبير حتى لو حد خلص أصلا الجمع فأنا يعني أنصح حضراتكم أن أنتم تخشوا تبصوا عليها على أي حال يعني يتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله كده كله يبقى مبسوط بنتيجته من صباح زغريت بقى نوزع الحاجة الساعة زي زمان سهر محسب أريد أن يفرح الأولاد بالضبط أريد أن يكون حاجة ساعة من الجران على حسب يعني سواء دي أو دي وإحنا مستنيين برضو الحاجة الساعة بتاعتنا أمبت يعني إن شاء الله خير وكل إن شاء الله كل البيوت تكون فرحانة صباح الخير على حضراتكم جميعا وصباح الخير يا مصر